موسيقى بعيدا عن كل الخضروات والفواكه الكيموية التي تملأ السوق الفلسطيني والتجنب من مخاطرها الصحية ينهمك رئيس دائرة الجغرافيا في جامعة برزيتا الدكتور أحمد النباني في زراعة حديقة منزلي في قرية مزارع النباني قضاء رمالة بكل الزراعات العضوية البلدية لينتج حاجته من الخضروات في مساحات صغيرة الكيمويات أصبح الهتديد هائل على صحة الإنسان في مجتمعنا أعتقد أنه مش من فراغ انتشار السرطان في البلد كيمويات ممكن تقتل الحشرة بس بالمقابل بتربي سرطان وبالتالي الخيار لقدامك موجود كالاتي إما تختار الشراكة مع دودي أو تختار الشراكة مع سرطان الدودي ممكن تتخلص منها الجزء المضروب للفاكهة ممكن تتخلص منه بسكين بقطعه برمية بسرطان لا يمكن وبالتالي هنا الخيار المطروح إما سرطان شراكي مع سرطان أو شراكي مع دودي ويرى النباني أن الاعتماد على النفس في الزراعات العضوية المنزلية يساهم في التحرر من النزعة الاستهلاكية والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي فترة التفاضل الأولى كان عن اقتصاد منزلي مقاوم ومتكامل كان عن إنتاج زراعي وحيواني وبالتالي ما كنا نشهر بأي حاجة لأينا نذهب للسوق ونشترأ أي حاجة وبالتالي أعطانا نوع من القوة المادية بالإضافة للكوة المعنوية بالإضافة لالقوة الصحية وصح التعبير لأننا كنا عبدين كل البعض عن استخدام أو شراء مواد من السوق أو منتجات السوق مستخدم في الكيمويات من مزارع النباني إلى قرية المعصرة قضى بيت لحم نجحت المزارعة الفلسطينية حسن بريجي في بناء مزرعة عضوية نموذجية على مساحة أربعة دنومات دون أي استخدام للكيمويات عندي تسعة وثلاثين نفر وبنوكل منها وبنبيع وبنتعم من اللي حوالينا والحمد لله رب العالمين يكفي أنك أنت وأنت بتزرع وبتبيع من أرضك أنت بتشوف عندك عنفوان وعزة أرض عندك أرض يعني تخدم الأرض أنت خادم للأرض شو ما بتخدم الأرض؟ الأرض بتعطيك الأرض بدها اللي يخدمها وتؤكد محسن أن الزراعة العضوية البلدية ساهمت في تمكينها اقتصاديا وباتت اليوم صاحبة قرار في ظل مجتمع ذكري أنا اليوم بزرع لأني أنا عشان ما أحتاج حدا أكون صاحبة قرار أكون يعني واضقة من نفسي إلي كلمتي إلي دوري في المجتمع ويعتمد أصحاب الزراعات العضوية على تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية وتخميرها لتسميد المحاصيل كما يعتمدون على الثوم والفلفل والزيت في رش المحاصيل الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج محاصيل آمنة نيزر حبش تلفزيون وطن